طيب معنا اتصال ألو ألو أهلا بحضرتك يا فندم أنا أعدي رؤية عايزة حضرتك تفسر هالو طيب أنا تحت أمر كتفضلي أنا حلمت ممعدة مع أصحابي في المكان في زارة تمام والحتة شي تاني تمام الله اوعي اوعي لما تخلص المنام تقفلي استنيني تمام لا أنا بقولك لما تخلص المنام ما تقفليش خليكي معي على الهادف يا الله خلص المنام كده وصحيت على صلاة الجمعة وصحيت على صلاة الجمعة انت أنيسة صح؟ اي بس انت ليه زعلانة ليه صوتك زعلان كده أعيد رقم حضرتك لو سمعك نعم أعيد رقم حضرتك هدخدم الكنترول تحت أمر حضرتك بس أنا ببشرك بحاجة جميلة وما تزعليشي أنا حاسس ان انت زعلانة والدنيا مش مزبطة معاكي وأنا بقولك من هنا ومن قناة صحة وجمال وبرنامج شفت منام أنا ببشرك بالخير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بشرهم بشروا المسلمين بالخير وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيبشرك بالخير وهيفرح قلبك قريب قوي قوي والصوت الحزن ده هيبقى سعيد وطاير في الهوى أنا ببشرك بالخير لما الدنيا تمطر وقاعدة في أرض خضرة وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى أو باب السماء تتفتح يا أخت الكريمة ربنا بيطلب منك ادعي لحي عليه في الدعاء أكثري من الدعاء كتير قوي قوي ربنا عايز منك كده الظهر إن انت إنسانة طيبة وقلبك طيب وإنسانة وصلة مع ربنا شوية أنا ببشرك إن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك المطر اللي نزل فيها حياة وفيه خير فيه فرج من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من الماء كل شيء حي لما ربنا سبحانه وتعالى يخليك تشوفي غيس أو مطر نازل وقاعدة في أرض خضرة الأرض الخضرة أو دايما في المنامات الأراضي الخضرة بددلل على البستان بتدلل على البستان للبنت اللي عاز باء فبتدل على زواج ليه؟ لإن الأراضي بيتحط فيها بزرة البزرة دي بتنبت تجيب شجرة تجيب صمار لما انت شوفي نفسك قاعدة كده فأرض خضرة وفي مطر واجعلنا من الماء كل شيء حي الماء دي بتقع فين؟ بتقع في البستان فبتنبت الأرض فهنا وأنت يا أخت الكريمة كالأرض كالأرض فسوف تتزوجي إن شاء الله من إنسان هيكون إنسان محترم هيريح قلبك إن شاء الله وهيكون فيه خير كبير جدا جدا والله أعلى وأعلم أبشري خد رقمك من الكنترول وتحت أمرك في أي وقت يا ربي فرحنا جميعا ويسعدنا جميعا ويفرح المسلمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ للسيدة عائشة لما سيدة عائشة دخلت عليها أخت كريمة وعبرت لها المنام وكان المنام مؤلم قوي بالرغم إن سيدنا النبي عبر للأخت الكريمة دي المنام وقال لها خيرا إن شاء الله وسوف يرجع زوجك وابنك ولكن طبعا كان فيه حاجة مش كويسة لابنها والزوجة ولكن سيدنا النبي كان كريم قوي سيدنا النبي ما كانش بيزعل حد سيدنا النبي كان جميل كان دايما بيبشر بالخير فلما سيدنا النبي في هذا الوقت كان غائب عن البيت فذهبت المرأة ووجدت سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقصت عليها المنام فقالت لن يرجع ابنك ويموت زوجك بكت المرأة وانهارت فقابلها النبي وقال ماذا قلت لها يا عائشة ولكن فصروا بالخير حتى المنام لو وحش فصروا بالخير بس أنا شايف في منامك الاخت اللي الفضل دي كان جميل جدا جدا هنبشركم بالخير هنبشركم بالخير ويا رب اتحقق مع برنامج شفت منام